السلام عليكم عندي جمهور خاص بالمشارع بالدرجة المغربية وعندي جمهور خاص باليوتيوب وعندي جمهور خاص بالربح من الانترنت وعندي جمهور خاص فقط بالمعلوميات التي كنت أقدم سابقا فليس لدي جمهور متخصص في شيء وإن كانت فيه نفس العلاقة فطبعا جمهوري الكثير هو الذي يهتم بالربح من الانترنت خاص بالمبتدئين وليس حتى المحترفين فإذا جيد أتحدث عن كيفية الاشتراك في القناة أو حل مشكلة في القناة أو تحديد في القناة اليوتيوب فعندي جمهور قليل فالجمهور الذي هو مهتم بالربح من الانترنت لا يدخل لأنه غير مهتم فهنا اليوتيوب طرح أن عندي عدد كبير جل المشتركين يصلهم الإشعار مثلا ولا يتفاعلون مع الفيديو أو لا يشاهدون الفيديو فهنا اليوتيوب ترى أن ما أقدمه لا ينفع أو لغير يعني لغير مهتم به المتابعين الخاصين به فلهذا تجد دائما التخصص ناجح أكثر بسبب أن الجمهور إذا كانت عندك مئة في المئة أو فقط ربعين في المئة من المشاهدين شاهدوا الفيديو فهنا تدل على أن المحتوى الذي تقدم يهتم به جمهورك أكثر وهنا اليوتيوب تساعدك في نجاح الفيديوهات ويزد عليهم من يدخل ويكتب في سبيل الله اشترك معي فأنا مريض وأنا 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 فيترك تعليقا ويخرج فهؤلاء من أكثر الناس الذي يسببون مشكلة في الفيديوهات ولهذا الآن قمت بعمل قناة جديدة خصصتها فقط في المشاريع والربح من الأنترنت وقصص الناجحين فكلهما لهما بربح من الأنترنت ربح المال وكيف صنعوا المال طيب بعضكم سوف يقول أنت تقوم بعمل إشهار للقناة فهي بالدرجة أكون عليها قناة إلا أرادت أن أستاذف سوف أستاذفهم باللغة العربية ولكن خصصتها بالدرجة لأتحدث بطلاقة وأنا أجد الراحة في الدرجة المغربية الخطأ الثاني وهي أنني توجهت لعدة مجالات أشتغل في اليوتيوب أشتغل في المواقع عندي خدمات نبيع الرصيد عندي أشغال أخرى خارج من الأنترنت أشتغل في الفيسبوك عندي أشياء أضفتها على نفسي لمضاعفة يعني الأرباح الخاصة به لأننا لا أعتمد على شيء واحد هذا الشيء قاعدة يجب عليكم فعله لا تعتمدوا على شيء واحد ولكن هذا من الأشياء التي جعلني يعني أحطم هذه القناة خلاص بدأت أن أشغل بأشياء أخرى وأتأخر عن القناة ولا أبحث عن الجديد ولا أبحث عن أشياء تهم المتابعين فهذا خطأ وإن كان فيه نفعل لي في أشياء أخرى ولكن من ناحية القناة فأنصحكم معظم الناس الناجحين في اليوتيوب عقله وفكره وجوارحه وكل شيء مركز مع القناة يعني أي شيء هو جالس يفكر في ماذا سوف ينشر لك فأنا لا عندي أشياء كثيرة جدا عندي موقع عندي الموظفين عندي يكتبون لي عندي أشياء فكل هذه الأمور كان علي ضغط وما عندي فرصة لأبحث أكثر في اليوتيوب فلهذا أكثر الناس ناجحين تخصصهم في شيء واحد وركزوا على مجال واحد وهو اليوتيوب خلاص ما يريدون شيء آخر وهذه نصيحة أخرى الشيء الرابع لا تربط نجاحك مع هذه البروتوكولات والمزع بيقلات الخاصة بالأضواء والستوديوات وهذه الأمور السوديو ليس ضروريا والإضاءات ليست ضرورية فقط هي بعض إضاءات فقط لتظهر ويكفيك هاتف لا تحتاج إلى كل هذه الأمور ففعلا هي جيدة كلما تطورت أكثر كلما يعني كان أفضل ولكن أنا يعني نصيحة مني لا علاقة له بفشل يعني أو نزول هذه القناة بما ذكرت الآن ولكن لا تهتم في مكان واحد مكتب واحد كاميرا أمامك اثنين إضاءات خلاص الناس ترى ما تقول الناس تريد أن تقدم لها النتيجة ولا تحتاج منك كل هذه البروتوكولات ولكي لا أكثر عليكم الكلام في النصائح إلى آخر فأنتم أعلموا بها ربما تحتميني تمام فأنتم تعلمون ما يجب عليكم فعله وما هي النصائح وعدد كبير من اليوتيوبر تحدثون عن عن هذه الأمور ولكن أنا أنا شخصيا تحدث عن قناتي شيئان هم السبب وهو أنني لم أتخصص في مجال واحد تحدث في عدة مجالات تمام وهذا ليس في مصلحة القناة هذا رأيي طبعا تمام والشيء الثاني وهي أنني يعني كثرة ما زادت علي زادت علي الأشغال في مجالات أخرى بدأت أتعب وكثرة التعب لا تجعلني أقف أمام الكاميرا وأتحدث وأكتب أضع سكريبتات إلى آخر فهذا متعب تمام فهذه هي الأسباح بعد نصه فتقول طيب أنت تتحدث عن الريح من الأنترنت وارزومه الأكثر وهو الريح من الأنترنت لماذا يعني خلاص خليك في هذا في هذا الطريق أعرف بارك الله فيك كلمك صحيح وهذا ما الذي أحاول أن أفعل ولكن يكون عندي تأخير لماذا أعرف هناك قنوات أخرى تشتغل في الريح من الأنترنت ويعني عندها يعني تنشر عشرين فيديو في الشهر تمام وكلها حول الريح من الأنترنت ولكن إذا سألنا هؤلاء بكل صدق هل رقبتم ذلك التطبيق أو ذلك الموقع لا من ناحية المصدقية أو حتى من ناحية الحلال والحرام طبعا أغلب كلهم يقولون لا فقط يقومون بعمل إشهار للشركات وكذا وكذا فأنا الشيء الذي يجعلني أتأخر في هذا المجال وهي يعني أتحر الحلال والحرام تمام وخاصة في النصب هل هذا التطبيق أو هذا الموقع نصب فلهذا أنا فعلا سوف أنا في هذه القناة طبعا سوف أتحدث عن كل شيء ليس فقحة الربح لأن خلاص طركتها في هذه في هذه الطريق وربما أصحح بعض الأشياء إن شاء الله ولكن في القناة الثانية هي التي سوف يكون فيها التخصص وفي الأخير كما يقول بعض الناس عندي في الواتساب إلى أخير هل أنت سوف تعتزل القناة لا ترسل لا طبعا لن أعتزل القناة شامع شيم فليس بالسهل أن تعتزل شيء أن تحبه لا يمكن لا يمكن ولكن الآن يعني مؤخرا كنا نبحث عن التفاعلات صراحة ليس هناك أي شخص لديه قناة لا يبحث عن التفاعلات فهذا طبيعي فهذا يزيد في تحفيزك في العمل ولكن صراحة لا أبحث حالي عن التفاعلات أبحث أن أوصل لك المعلومة أن أوصل لك يعني الموضوع يكون صحيح وخلاص جاء تفاعلات اللهم يسر وجاءت مع الأرباح اللهم لا حسد ما جاء شيء خلاص المهم نشرت وما تركت هذه القناة تتوقف هذا ما في الأمر ولكن جهدي وقوتي وعزيمتي وكل هذه الأمور سوف أتركها في الأشغال الأخرى لأن اليوتيوب أو اليوتيوب ما يظهر لي فيه يعني مستقبلا لأن الأمور تنزيل تطلع الأمر أحيانا خلاص بعد تحديثات فنحن نشتغل في جوجل مع جوجل ما تعرف متى تنتهي تمام فلاذا لا أعتمد عليها فالحمد الله كانت مساعدة في في الماضي كانت تساعدني في مدخول فكانت مصدر دخل والحمد لله كانت سببا ولكن الآن خلاص الحمد لله فيها مدخول ما نتجوز هكذا أقول لكم ما نتجوز خمسمية ستمية دولار في الشهر الحمد لله خير الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولكن على العموم فأتركها لنشر لكم أي مفيد هكذا بالفيديوهات نقية بالمنتج يعني لا أتحدث هكذا فقط هذا ما في الأمر وأحتدني أطلط عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم